وضع محافظ دهوك علي تتر حجر الأساس لعدة مشاريع أبرزها تبليط الطرق والشوارع داخل مركز المدينة بتكلفة بلغت أكثر من 9 مليار دينار وقال علي تتر خلال مؤتمر صحفي إن حجم المشاريع التي نفذت خلال سنوات الماضية بلغت أكثر من 180 مليار دينار في مركز المدينة فقط المشاريع كثيرة لكن سنضع حجر الأساس في أربع مناطق وتشمل تبليط 121 زقاق بطول 25 كم و300 متر وسيتم تعويض الأبنية التي بنيت في طريق هذه المشاريع بشكل مخالف للتعليمات تم تنفيذ 167 مشروعا داخل مركز المدينة فقط خلال السنوات الماضية منها دخل 148 مشروعا في خدمة المواطنة فيما لازال العمل جاري في 19 مشروعا آخر بشكل إنسيابي وتبلغ تكليفة هذه المشاريع 180 مليار دينار وشملت تبليط أكثر من 100 كم من الشوارع والطرق الداخلية وسنواصل تنفيذ المشاريع في جميع الأغضية والنواحب التساوي في الأسابيع المقبلة